ولادي الاتنين واحد في ابتدائي والتاني في اعدادي حلو من وقت بخلصهم امتحانات وهم ما بيعملوش حاجة غير الاعداء على التليفون طول اليوم هل في طريقة تخليهم يسيبوا التليفونات دي شوية؟ طيب هو يعني ماشي هو الحقيقة ان ده نموذج من الاسئلة اللي مش انا ما بحبهاش اللي اتمنى انها تختفي شوية يعني او تختفي هقولكوا ليه لما تركزوا كده في السؤال شوية طبعا مع كامل احتراموا التقدير لصاحبة السؤال بس تحسوا ان السؤال في اعكس طاقة سلبية كده من اللي بيسألها يعني فاهمين قصدي اللي هو ايه مسكين تليفونات ومش عارف عامل لهم ايه يعني وكأن انت يعني ملكيش سلطان عليهم او ملكيش حتى تأثير عليهم بلاش سلطان ملكيش حتى تأثير عليهم الحقيقة انه السلبية اللي بيبقى عليها بعض الامهات واحيانا كتير من الاباء برضو اللي هم عايز اقول ايه الغير مدركين لقدراتهم انتوا كاباء وامهات فيه منكم ناس مش مدركين لقدراتهم مش مدركين لقدراتك انت كامة او قدراتك انت كاب مش مدركين لقدراتكم على امكانية ايجاد حلول تغيروا بيها نمط وشكل الحياة اللي عايشينها اطفالكم مش بس في فترات الصيف فترات الصيف وفترات الدراسة وهكذا تمام مع ان نفس الامهات والاباء ها اللي بيشتكوا دول اللي بيشتكوا دول هم اللي وفروا تليفونات حديثة مسلا لاطفالهم ما هو الاطفال مش ما نزلتش هي يعني واشترت التليفون لا ده انتوا اللي جبتلهم التليفونات مش بس كده انتوا من اللي عملتوا للاطفال دي باقات من الانترنت صح ولا غلط باقات الانترنت دي بتستخدم في ايه بتستهلك في ايه معظم الاوقات بتستهلك اما في الالعاب او في الفرجة يعني الحقيقة على فيديوهات سخيفة او محتوى غير هادف بشكل عام وهكذا انا بس عايزكم ايه يعني ايه تقدروا شوية انا ليه قلت ان السؤال كده فيه طاقة سلبية لانه اللي بيسأل السؤال او اللي بتسأل السؤال سواء انا قلت ام او اب يعني بيحسسونا انه ايه انه مفيش حل يعني اللي هو السلعال بقى من اول ما بيسحوا الاخر اليوم مسكين الموبايل طيب ما فين دوركوا انتوا فين دوركوا انتوا تعالوا ناخد نموذج للطفل اللي قلنا مثلا في مرحلة الاعدادي وعلى فكرة هقول لكم اللي انا بدأت بالاعدادي لان الطفل اللي في التدائي ده هيشوف اخوه بتاع اعدادي بيعمل ايه وهيحب يعمل زيه لو اخوه عايز يلعب كرة هيقول انا عايز العب كرة زي اخوي دايما كده الاطفال الصغارين بيبقوا ايه واخدين الاخ الاكبر قدوة او مثلا طيب مرحلة الاعدادي دي مثلا يعني انتوا بتقولوا ايه مش عارفين نعمل ايه لا ممكن نعمل حاجات كتيرة اوه ممكن يكون في انتظام للاطفال دول في الجام مثلا في صلاة الالعاب الرياضية هقول لكم ليه لان كتير منهم في المرحلة دي بتاعت اعدادي دي اللي هي بتبقى بعد مرحلة البلوغ ومع شكل الحياة اللي انتوا عارفينه واللي انتوا بتوصفوه اهو في الاسئلة بيكونوا الاطفال دول عرضة لزيادة الوزن ومش بس كده ده القاعدة طول اليوم بتعودهم على الاكل الغير الصحي كل شوية يقوموا ياخدوا حاجة من التلاجة ياخدوا عصير ياخدوا ممكن حلويات ياخدوا حاجات ممكن اكل غير صحي تمام الصهر نفسه بيخلي الواحد يجوع يعني ده غير الافراد في الصهر فغير الافراد في الصهر ومشاكله ممكن ده ينعكس على الوزن طيب ليه الاطفال اللي في اعدادي دول في فترة الصيف نتفق معاهم كده هنروح جم هنقول طيب لو الطفل وزنه مش زايد مفيش مشكلة هنروح جم عشان تبقى صحتنا كويسة وبالمناسبة دي عايز اقول بس ملحوظة انا شخصيا باعترف يعني ان انا ما كنتش عرفها انا ما كنتش متخيل انه موضوع صلاة الالعاب او صلاة الرياضة اللي هي اسمها الجم دي منتشرة الانتشار ده يعني واضح انه هو انا بتكلم هنا بقى مش من ناحية العلمية واضح انه من ناحية التجارية مشروع مربح ما شاء الله جد لاني فجئت انه ناس كتيرة قوي في مناطق سكنية مختلفة جدا في مستويات اجتماعية متبينة جدا برضو بيكلموني على الجم وعلى كذا فبقيت استغرب اقول ايه مثلا يا طب حاجة كويسة والله ان المكان ده فيه جم فلاقي حد يرد علي يقول لي ايه يا دكتور ده احنا عندنا تلاتة في المنطقة بتاعت ده في الشارعين تلاتة احنا فيهم دول او الكام شارع اللي حوانا دول فيه تلات صلاة او تلاتة جم او ده فيه اتنين جم حتى كمان فيه حاجة لطيفة قوي انه بقى فيه صلاة رياضة كمان للسيدات وللفتيات ودي حاجة حلوة طبعا غير الحاجات المشتركة بس اصد ان فيه حاجات يعني ده تدل على انه يعني حتى اذا كانوا اصحابها يعني مش هندخل في النواية بس يعني اكيد اي حد بيعمل مشروع بيبقى عنده هدف تجاري وهدف معناوي فالهدف المعناوي انه بيعمل حاجة كويسة للصحة والهدف التجاري مش عيب انه هيكسب لكن العيب ايه بقى ان احنا نفوت فرصة زي دي طب ما لما بقى فيه جم كويس ما تروحوا تسألوا وتشوفوا الاشتراك بتاعوا قد ايه عارف دلوقتي حالا ممكن الناس ترد وتقول ايه اصلا عندنا اولويات يا دو ما يديم الاولويات على فكرة ديم الاولويات دي زي الكهرباء وزي المية وزي الاكل وزي المواصلات ديم الاولويات لان دي ليه علاقة بصحة ولادك ديم الاولويات لانها هتخلي ولادك عندهم شغف بحاجات تانية فاهمين قصدي بانه هم يحفظوا على جسمهم انه هم يبقى عندهم فتنس او عندهم لياقة انه هم لو زي ما قلت لو وزنهم زايت شوية وابتدى وزنهم ينخفض بعد ممارسة رياضة الله دي حاجة حلوة قوي طب ما هتلاقوا الطفل من هنا من نفسه عايز يحافظ عايز ينام بدري علشان يروح التدريب بتاعه كتير قوي من المدربين اللي بيشتغلوا بيكونوا لما بيلاقوا بقى هم الصغيرين الاطفال الصغيرين يعني بيشجعوهم وبيبقوا المدربين دول مصدر مهم ان احنا ممكن نستخدمهم او نتعاون معاهم لتعديل سلوك لتشجيع دي حاجة حلوة اهو ده اقتراحة طيب ايه تاني ايه تاني ممكن نعمله طب ما احنا ممكن نستغل شغف الاطفال بالتكنولوجيا شخصية يعني اللي انتوا بقى بتقولوا مش مسكينة مسكينة الفون مش بيسيبوه دول طيب فيه فكرة تانية ليه ما نطلبش من الاطفال انهم يعلمونا احنا ككبار ازاي نستخدم تطبيقات معينة موجودة دلوقتي على كل التليفونات في حالة واحنا ما كناش عارفين يعني طيب احنا عارفين طب ما ممكن جدته ما تبقاش عارفة جده ما يبقاش عارفة ممكن على فكرة اه يعني فيه حاجات كتيرة قوي انتوا فاكرين بس ان احنا ايه يعني احنا عشان راحين جايين بقى بالتليفونات وبتاع بس الاطفال والمراهقين علشان هم مركزين اكتر في الحاجات دي فبيبقوا عارفين حاجات اكتر مننا شوي فتلاقوا مثلا ايه انا بشوفوا اكيد انتوا بتشوفوا الحاجات دي فتقولوا مثلا ايه لو فيه فكرة مثلا احنا بنعمل اتصال مع حد مثلا عن طريق الاتصالات اللي هي المرئية دي الاتصالات الفيديو فتبص تلاقي فيه اميكيشنز كده معينة او تطبيقات معينة تبص تلاقي الطفل يقولك انا هنزل لك يا بابا الابليكيشن دي عشان نكلم عمه اللي مسافر فهنفاجأ انه عارف طب ما تعلمني يا ابني الحاجات دي تعلمني ازاي وفيه فرصة تانية لو انتوا بقى كمان عارفين حاجات طب ما تعلموها لولادكم ازاي يعملوا مثلا حفظ يعني استخدام التليفونات دي كوسيلة حفظ للذكريات مثلا هتقولولي ذكريات اقولكو اه الذكريات كلنا بلا استثناء عندنا شونط كده ازا ما كانش ألبومات يعني بس يعني فيه ألبومات واحيانا الألبومات دي بتبقى مليانة بيبقى عندنا شونط بقى بيبقى صور صورنا واحنا صغيرين وصورنا وصور ناس تانية صور عائلية صور شخصية وهكذا تمام كده وولادكم عندهم صور وهكذا طب ما تعملوا فكرة كده يلا يا جماعة احنا هنعمل ايه هنحفظها هنعملها سيف يعني سيفينج يعني الله ازاي تعالوا احنا هنصور يلا بينا بس نفرز الصور دي الأول يلا الصور دي من ايام جدك وجدتك الصور دي من ايامنا بقى انا ومامتك لما كنا صغيرين ودي صوري الوحدي ودي صور ماما لوحدها ودي صورنا في أول جواز وبعدين دي صورك وانتو صغيرين ابتدوا عاملوا الحاجات دي تمام كده عملنا الصور دي يلا احنا عملنا النهاردة صور تيتا وجده يلا بقى حبيبين يلا نعمل لها فايل نقدر نعمل هتلاقي ابنك أو بنتك اللي انت بتشتكي انه هو مش سايب الموبايل ده حس انه هو عنده وظيفة ومهمة وبيساعد هقولك اه يا بابا انا ممكن اعمل لهم فايل بقى لوحده اه طب وهنسميك ايوة يا ماما طب انا اعمل بقى كذا يلا بقى نصور الصور دي ونشيل مش عارف ايه طب ونعمل ايه ولو الصور قديمة طب في وسيلة ان احنا نعدل حاجة في الصور دي وهكذا في وسيلة ان احنا نعملها ولا ايه طب شكلها حلو كده ها وبعد كده يبقى عندنا وسيلة حلوة قوي يلا بقى ننقلهم على فلاش على كمبيوتر يعني على فلاشها ولا مش عارف ايه ولا على هارد ديسك ولا وهكذا انا بتكلم يعني على اعتبار انه كتير جدا جدا من الاسر دلوقتي بيكون موجود ممكن يكون موجود جهاز كمبيوتر في البيت مش موجود فيه تليفونات نحفظهم على التليفونات بتاعتنا تمام نفس الفكرة دي ممكن نعملها في انشطة تانية زي الرسم لو اطفالكو دول كانوا رسمين حاجات وهم صغيرين او حتى وهم دلوقتي طب ما تحن نحفظها علشان برضو الحاجات دي لما بتقعد بتكون عرضة انها الورق يحصل له مشكلة انه يطع يضيع ها طيب ملاش بقى نبعد عن التليفونات شوي ليه ما نجيش مثلا على ولادنا دول نشوف اي موهبة كده عندهم ونشجعهم عليها انهم ما يمرسوها بقى في الصيف ما احنا فاضين تصميم ملابس اعمال يدوية اطفال كتير او تحب الخشب تحب الحاجات اللي هي تتركب الحاجات دي كلها خلاص الطريق لتنفيذ الاقتراحات دي هيتحقق اللي انا بقوله ده مجرد اقتراحات يعني بفكرت فيها حالا يعني من خلال ان الطفل يتم تحفيزه ناحية انه هو احنا بنحفظ او بنعمل بنحتفظ بالحاجات اللي احنا عملناها بنحتفظ بصورنا بنحتفظ بالحاجات الحلوة اللي احنا عملناها دي بنبحث بنفرز زي ما بنقول الترتيب كل ده قبل استخدام التليفون بعد كده تيجي مرحلة استخدام التليفون اه تمام هتلاقوها مرحلة لمتد او محدودة لانه النشاط اللي احنا اخترعنا او الهدف او المشروع اللي احنا اشتركنا فيه مع اطفالنا ها جزء منه بيعتمد على التليفون لكن اجزاء كبيرة مش معتمد على التليفونات تمام لازم كمان الحياة الامهات والاباء يكونوا ألطف يعني يكونوا ألطف بمعنى ايه يعني عندهم ايمان ان الحلول لازم تيجي عن طريقهم هقولكو قصدي يعني مش اللي هو السلعياء اللي عامل لهم ايه بقى يسلوا نفسه يعني ايه يسلوا نفسه ما هم مش عارفين هم اللي يعرفوا ان هم يروحوا من مسكن تليفون ويعودوا يعملوا عليه كده هم مش عارفين مش هنقعد نقول لهم اتبسط انت بقى واقترح وفكر نساعدهم عشان كده انا بقول لازم الامات والاباء يكونوا ألطف يكونوا متفعلين أكتر خلاص يعني احنا ككبار كمان لما أطفالنا افترضنا انهم اقترحوا حاجة خلاص لو حاجة حلوة ليه لأ ما ننفذها طب لو حاجة ما تنفعش ما نعمل اقتراحات بديلة ما نعدل من الاقتراح ده خلاص ونحاول نفكر في حاجات بعيدة عن استخدام التكنولوجيا مش عشان التكنولوجيا وحشة لأ علشان الحياة مش بس تكنولوجيا الحياة مشاعر والحياة زكريات والحياة تواصل إنساني ومهارات اجتماعية وخبرات إنسانية كل ده مش بنحققه بالتكنولوجيا بس ده بنحققه بالتعامل التعامل مع أولادنا وهكذا خلاص يبقى نطور الاقتراحات اللي هما بيقولوها مش نلغيها مش اننا نتريق عليها وهكذا فيه كمان ممكن نعمل حاجة اسمها الأهداف الصيفية قصيرة في المدى زي إيه زي إن إحنا في الصيف ده هنتعلم حاجة رياضة معينة هنعمل جدول كده لزيارات لأماكن معينة أماكن سياحية أماكن تاريخية وهكذا هنقرأ كتب وهنلخصها ها يعني ده فيه حاجات يا جماعة يعني ما أسعى عايز أقولكم حاجة عن الصيد مثلا أنا بشوف المنظر ده كتير قوي بشوف حد كبير بي بي مثلا بيصطاد وتلاقي جنبه حفيده أو ابنه بفرح قوي والله العظيم حاجة حلوة جدا لإنه هي هواية الصيد دي تبدو إن إيه حاجة مملة لكنها خالص أولا وهم عديد ليهم بيتكلموا غير إن هم فعلا الأطفال بتتعلم الصبر وبتتعلم التأني للوصول لهدف ده أنا بضرب مثل يعني خلاص ممكن كمان نستغل الصيف لإصلاح عيوب في الدراسة حد كان خطه وحش طب ما نعدله شوي مش بشكل واجب بقى وبتاعه لأ بس ما نعدل الحكاية دي حد ما كانش كويس شوي في نطق بعض الكلمات مثلا في اللغة الإنجليزية أو في لغة تانية وهكذا طب نرتب القوضة نرتب القوضة بتاعة الأطفال دي هم اللي يرتبوها نفرز الحاجات اللي ممكن نتبرع بيها نشوف الحاجات اللي فوق الدواليب دي مش دايما كده في بيوتنا في حاجات فوق الدواليب ننزل الحاجات دي ونشوف كده نستغنى عن إيه وبتاعه نخلي الأطفال يساعدونا وهكذا المساعدة في أنشطة تطوعية ده في حاجات كده في مشاريع اجتماعية كده بتلاقي في أطفال في سن إعدادي وسنوي ولاد وبنات بيبقوا عايزين يشتركوا والحقيقة أن الجهات اللي بتنظم الحاجات دي بيبقوا سعداء جدا طب ما نشوف حاجة زي كده لو سمعنا عن حاجة قريبة مننا وهكذا طب ما ليه ما نعملش كده ونشجع ولادنا وهكذا نتعلم لغة يعني أنشطة مش تقليدية نعمل مش عارف تمثيل نعمل حاجات كده وهكذا يعني في حاجات ممكن نعملها في البيت في حاجات ممكن تعمل في المدرسة في حاجات ممكن تتعمل في نوادي لو احنا مشتركين في نوادي في حاجات ممكن تعمل في مراكز شباب إجمالا يعني الفرق بين الأمهات والأباء إن في أمهات وأباء بيكتفوا برصد المشكلة بس ويضخموا جدا الإحساس بالعجز قدام المشكلة دي وفي أمهات وأباء بيحاولوا يلاقيوا حلول ويكتهدوا في الطرق اللي تحفز قدرات ولادهم وتنميها وبالعودة للتاريخ هنلاقي إن كل النمازج من الرجالة والستات والبنات والشباب اللي غيروا وجه الإنسانية وكان لهم إسهامات رائعة في التاريخ البشر يعني كانوا كلهم أو معظمهم من أسر عادية مش هقول أسر بسيطة أرجوكم انتبهوا لأطفالكم وانتبهوا لقدراتهم وأحلامهم وانتبهوا كمان لخيالهم